خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد الرئيس الأمريكي بارك أوباما استعداد بلاده لاستخدام كل الخيارات بما فيها القوى العسكرية لضمان مصالحها الحيوية وحماية حلفائها في منطقة الشرق الأوسط دعيا روسيا وإيران إلى التخلي عن فكرة بقاء بشار الأسد في السلطة الرئيس الأمريكي الرئيس الفرنسي ورؤساء الآخرين يتحدثون عن ما هي الأمور الجديدة في قضية سوريا ويركز هذا الرئيسا بالخصوص على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن لقرار قوي يمنع انتشار الأسلحة الكيموية يفرض على سوريا التخلي عن الأسلحة الكيموية ولكن أيضا يفرض انتقال سياسي لحماية الشعب السوري وللانتقال به نحو الديمقراطية أما الأمن العام للأمم المتحدة بانكيمون فطالب في كلمته إلى محاسبة مستخدمية الأسلحة الكيموية في سوريا كما دعا دول العالم إلى وقف تغذية إراقة الدماء في سوريا والكف عن تقديم الأسلحة إلى أطراف النزاع السوري موسيقى اشتركوا في القناة